زي ما انت شايف قدامك اهو اخر سبعة ايام انا حققت 1300 دولار فقط من خلال الشغل او الطريقة او استراتيجية الحتان زي ما انا مسميها ودي المبلغ قدام عينيك اهو 1300 دولار اهو تمام اهو 1300 دولار اللي انا حققتهم من الشغل ده او من الاستراتيجية دي وانا جاي واريك بالاثبات وجاي خلي الكل يعمل فلوس وجاي عرفك السر والمنصة اللي حرفيا محدش بيشرح حالك في الوطن العربي انا لقيت كينز زي ما بيقولوا كده على رأيي اسمه ايه ده فدي عضلات انا لقيت حتة اثار فانا جاي النهاردة عرفك طريقة الشغل وعرفك ازاي قدرت حقق رقم زي ده فتابع معايا الفيديو للنهاية وما تنساش ان احنا عاملين مسابقة قوية جدا والمسابقة دي في خلال الفيديو ده على 100 دولار هنوزعها على 10 اشخاص سهلة جدا وبسيطة هم 3 شروط انا هختار الفيز من التعليقات ففي سؤال انا هكتبه او هقوله في نص الحلقة كده فاتأكد انك تتابع الفيديو للاخر عشان تعرف السؤال ده وتحط اجابته في كومنت لان اللي هيجاوب صح هو هيتم اختياره من العشرة الفيزين تاني حاجة انك تكون عامل لايك للفيديو تالت حاجة انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لو انت مش مشترك لان ده من شروط المسابقة وبس كده وتعالى سوا نروح على الشرح العملي عايزك كمان تركز معايا هنا دي صفقة مفتوحة دلوقتي هي الصفقة دي عاملالي ربح لحد دلوقتي 117% كسبان منها 210 دولار ولسه ما قفلتش الصفقة دي ففيديو النهاردة داسم جدا فانا عايزك تعمل لايك قبل اي حاجة وتحضر لي بقى باشا ايه كوبات شاي محترمة كده ولا كوبات اهوة عشان فيديو النهاردة ممكن يبقى طويل شوية وحرفيا كله معلومات فيديو داسم ما ينفعش تجري ولا ثانية اعمل زي ما انا عامل كده بصة باشا انا عامل انا مش عامل كوبات شاي انا عامل شافشاء شاي وجاي ايه امخمخ معاك كده واوريك الطريقة اللي انا وصلت لها والاستراتيجية المضمونة باذن الله اللي هتخلي الكل يحقق ارباح طيب تعال واحدة واحدة كده بس اوريك حاجة هنا الاول زي ما انت شاف كده باشا ده المؤشر بتاع البيتكوين او الشارت بتاع البيتكوين وزي ما شاف الساروخ اللي طالع ده معلم البيتكوين النهاردة وصل تقريبا 91 الف او 93 الف دولار فانا مش جاي اقول لك اشتري بيتكوين لان اي حد هيقول لك اشتري بيتكوين هيبقى بيتحك عليك لان الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اه اي نعمل بيتكوين طالع وكده بس البيتكوين طالع من عشرين وتلاتين واربعين الف دولار طالع للتسعين الف دولار راجع انا اقول لك النهاردة اشتريه بعد ما طالع يبقى انا باتحك عليك وباشتغلك زي قنات كتير جدا باشوفها للأسف وبدون ذكرى اسماء يدخل دلوقتي مع الهايب مع الموجة مع ترامب لما كسب الانتخابات يقول لك يلا البيتكوين هيطلع مش عافل كام اشتري بيتكوين البيتكوين رفع جماعة وما ينفعش تشتريه في القمة انت دلوقتي في قمة طب تقول لي عم الفاهيم هنعمل اي دلوقتي اقول لك انت عينك بس على البيتكوين وسايب العملات البديلة في عملات كتير جدا زي ما انت شايف لو جينا كده نبص مثلا في العملات الباقية دي يعني مثلا عملة زي عملة ال او بي او اي عملة تانية بص يا باشا هي كانت فين ونزلة منين بص هي جاي منين كانت فوق خالص ونزلت لتاعة كانت باربعة دولار وحاليا بدولار ونص انا هنا مش بديك نصيحة استثمارية بقول لك خش اشتري العملة دي لا انا النهاردة جايب لك الكنز الموقع ده الموقع اللي حرفيا غير حياتي في الشغل على العملات ازاي عم الموقع ده اسمه اي عم اسمه تريدينج وولز زي ما انت شايفه هو اللي هو مختص بتداول العملات والحيتان الموقع ده هنا بيديني صفقات الموقع ده بيقول لي خش اشتري العملة دي من الحتة الفلانية وبيع في الحتة الفلانية وزي ما وريتك على الاكاونت دي صفقة انا فتحها قبل ما عملت الدور دي تطلع قل لي اشتري العملة دي بسعر معين وبيع عند سعر معين بعت كمية ولسا فاضل كمية والحد دلوقتي العملة زي ما بقولك رفع دي عملة 117% انا هنا مش جايي يكلمك بقى ايه على مثلا 1% و2% لا فيه ارقام محترمة وفعلا موقع بتاع حيتان احنا مش جاين نهزر النهاردة طيب تعال بقى ايه هتلاقي اللينكات كلها موجودة في صندوق الوصف قبل اي حاجة هنا دي انا بشرح لك على الاكاونت بتاعي في منصة بينجي اكس تقدر تشتغل عليه وتقدر تشتغل على باينانس و اوكي اكس واي منصة حرفية تعجبك بس انا بفضل الشغل على بينجي اكس لان هنا بيحسب لك فعلا بنسبة دقيقة البروفيت بتاعك او البوزيشن اللي انت دخلته ده الربح بتاعه بيكون صحيح بنسبة 100% فهيسيب لك برضو الرابط بتاع بينجي اكس وشرح كامل لما نصت بينجي اكس هتلاقيها تحت في صندوق الوصف لو حابب تسجل اكاونت طيب اول حاجة هتجهز رصيدك طبعا اليو اس دي تي زي ما انا عامل كده عشان تبدأ شغل وبعد كده تروح لموقع تريدينج وولز او التداول مع الحيتان هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف هتلاقي اللينك اللينك هيبعتك على صفحة شبه دي بالزبط كل اللي عليك تعمله انك تسجل اكاونت هتركز معي كويس جدا ها وركز عشان في نص الفيديو كده او في اخر الفيديو هقول لك على السؤال اللي هيكسبك معنا طيب هتجي تدوسها هنا على ريجستير او ديسكوفر دي وتبدأ تعمل اكاونت هتحط هنا اسمك مثلا اسمك احمد البابلي تجي حاطط هنا اسمك هنا هتحط ايميلك هنا هتحط الباسورد وهنا هتعيد الباسورد مرة كمان وهنا هتدوس على كريات اكاونت والف مبروك بقى عندك اكاونت بدون اي مشاكل انا عندي حساب هدوس على الصين ان وابدأ ان انا احط ايميلي وباسوردي وابدأ ان انا ادوس على صين ان هيبدأ يحمل زي ما انت شايف ويفتح معايا الوجهة الرئيسية هتقول لي ايه عم الموقع الشيك ده فيه شغل عالي قوي هنا وفيه مؤشراته بتاع ركز معايا الموضوع اسل مما تتخيل وهعرفك كل حاجة دلوقتي بالتفاصيل طيب يا شباب الموقع ده شغل بحاجة اسمها الجاز ايه عم الجاز ده زي ما شايف اوه جاز بلانس الجاز ده زي مثلا البنزين اللي انت هتشتغل به انا عندي هنا زيرو طب ايه عم الكلام ده انا لازم احط له جاز عشان يبدأ الحوت يبعتلي صفقات وبيخصم على الصفقة الواحدة خمسة وعشرين جاز طب انا دلوقتي عندي زيرو جاز احط له جاز ازاي عم لو جيت هنا على كلمة fill your tank يعني فول التانك بتاعك زي ما شاف منورولك باللحمر يعني لازم تحط فيه جاز او تحط فيه بنزين عشان يبدأ الحوت يبعتلك الصفقات اللي هتدخلها لو جينا ضغطنا عليها كده عشان نبص قال لك والله هنا بص فتح معاك اهو عندك ثلاث خطط الخطة الاولى دي ان هو يبعتلك قد ايه عم تعال بص كده خمس تلاف جاز تمام دول بدل سبعين دولار بخمسين دولار خلي بقى خمس تلاف ده كتير جدا ده انت الصفقة الواحدة بخمسة وعشرين يعني يقعد بقى باشا ايه اه عد قد ايه صفقات تقعد وقت قد ايه تستخدم صفقات طب الخطة التانية هنا بكام يا عم الخطة التانية هنا زي ما انت شايف ايه اتناشر الف جاز اتناشر الف جاز بدل مية وخمسين دولار بمية دولار ودي عشرين الف جاز ودي بكام يا عم بمية وخمسين دولار ودي ملهاش وقت معين يعني مش لازم تستخدمهم مثلا خلال شهر او اسبوع لا عادي ان شاء الله لو عدت طول عمرك تستخدم فيهم عادي هو بيخسم في الصفقة الواحدة خمسة وعشرين من الجاز تمام طب انا هنا شايف والله ان انا عشان ابدأ احط فلوس فانا لو اشتريت الخطة الاولى امه خمسين دولار هاخد خمس تلاف تمام يبقى بخمسين دولار كام خمس تلاف يبقى انت كده لو جدع هتقول لي الالف جاز او الالف اسمه ايه بنزين ده الالف جاز ده بكم دولار يبقى بعشرة دولار وهو ده سؤال الحلقة بس كده يبقى كام العشرة دولار تجيب جاز العشرة دولار بتساوي كم جاز الف جاز دي السؤال باجابته فلو انت متابع لحد دلوقتي من الفيديو فانت هتنزل تكتبلي دي في تعليق طب انا شايف هنا خمسين دولار خمس تلاف جاز يبقى هنا مفيش اي خصم لكن هنا لو جينا بصينا كده الاثناشر الف بمية دولار يبقى انا خدت هنا ايه يبقى انا المية دولار مفروض تجيبلي عشر تلاف فيه الفين زيادة هنا باش يبقى انا هنا معايا الفين زيادة طب هنا المية وخمسين تجيبلي عشرين الف يبقى انا خدت خمسين الف ايه جهاز زيادة اللي هم خمسين دولار هدية فانا شايف ان دي كوية جدا والموقع جامد وعجبني الصراحة فانا هدخل اشترك في حاجة زي كده يبقى انا عادي هدخل هنا اقول له ماشي انا عايز اقفل بس انا معايش ال 150 دولار لازم اعمل اداعه الاول يبقى انا اروح هنا لخانة الديبوزيت او خانة الاداعة هدوس عليها كده هتبدأ تحمل الصفحة زي ما انت شايف ركز بقى معي يقولك هنا العنوان ده هتروح تبعط له الفلوس انا عن نفسي عايز 150 دولار ليبقى انا هاخد العنوان ده تمام اهو على الكوبي تمام اروح اخده بيقولك هنا لازم يبقى انا اروح هنا على محفزتي اقول له والله انا عامل محفزتي اقول له هعمل سحب تمام هاسحب شبكة بتاعته ايه الشبكة بتاعته تي ارسي عشرين يبقى انا اختار وحط العنوان بتاع المنصة هقول له والله هنا عايز أسحب قدية عم بيقول لك الكمية هتسحب كم تود يوم للمنصة أنا عايز 150 عشان يوصلوا لي 150 بالزبط أبعت 151 في 1 دولار عمولة بياخدوا الـ USDT يبقى 151 بص تحت هنا كتاب لي إيه هيوصلك 150 وفي 1 دولار عمولة ودوس على وزد روء والفلوس هتتسحب وتروح هنا بس فضلك هنا نقطة وهي TXID بتاع المعاملة يعني يعني المعاملة اللي انت عملتها دي الشحنة اللي انت شحنتها دي بيبقى لا رقم على سبيل المثال مثلا مثلا هي دي التحويلة هي بعد ما اتعملت هم 150 دولار على سبيل المثال يعني أنا عايز دلوقتي أجيب العنوان بتاعها هيباجي على details أدوس عليها ده موجود في Binance موجود في أي محفظة هلاقي حاجة اسمها TXID هي TXID أجي واخد TXID ده كوبي من هنا كده وروح أضيفه في المكان ده فأنا هروح أعمل إيديا لأن أنا عامل إيديا من محفظة تانية أنا مش عايزة أعمل إيديا من المحفظة دي هعمل إيديا واجيب TXID بال150 دولار وادوس على deposit وهرجع لكم مرة تانية طيب يا شباب رجعت لكم مرة تانية أنا هنا رحت بعدت المية وخمسين دولار على العنوان ده وحطيت هنا TXID بتاعي بتاع التحويلة وادوس على كلمة deposit أنا عندي طبعا رسيد صفر زي ما انت شايف اهو زي ما انت شايف حمل أوتوماتيك اهو اللي سكسفلي العملية دي نكحة وأم سماعة المية وخمسين دولار فوقه طيب أنا كده فاضي لي أروح أعمل إيه أروح أشتري أو أفول التانك زي ما بيقوله عشان لو رجعنا على الداشبورد كده بص أنا معي مية وخمسين دولار بس ما عنديش جاز فالبوت ده مش هيجيب لي أو التريدين جولز الحوت ده مش هيجيب لي أي صفقات مفيش أي حاجة توصلني خلاص طيب أعبي يا عم الجاز ده إزاي أروح أشترك في خطة جاز من هنا failure tank روح على failure tank عندك ثلاث خطت زي ما قلنا أنا هشترك فيهم ومية وخمسين دولار مش عشان أي حاجة علشان أنا شايف إن هي أصلا فيه خمسين دولار هدية يعتبر لأن هي بمتين والمفروض المتين تديك ميتين ألف 20 ألف أسف فأنا هنا هاخد نفس العشرين ألف جاز هاخدهم بمية وخمسين بس يبقى أنا كده موفر خمسين دولار هدوس هنا على failure tank وادوس هنا على okay زي ما شايف هو successfully ونورت أخدر وهنا لو تاخد بالك هم الفلوس هم 20 ألف ونورت باللون الأخدر أنا كده كل أموري تمام وفاضل إن أنا أبدأ شغل طيب تعال نرجع تاني عداش بوردة وريك حاجة كده أول 150 دولار راحه اشتركت بيهم أنا فين عام اشتركت بيهم اشتريت 20 ألف نقطة 20 ألف جاز والخمسة وعشرين نقطة تديني واحد صفقة حلو قوي طيب أجيب الصفقات منين انزل تحت هنا كده تعال أقرب بقى باشا فيه تلال حاجات تحتهم recommendations and recommendation boot and long term recommendation أنا هاختار يا عام أنا هاختار recommendation recommendation دي التوصيات العادية اللي هي ممكن في خلال يومين 3 في خلال يوم الصفقة تضرب الهدف وتعمل فلوس في يومين لكن long term دي يعني أنت تشتري النهاردة وتستنى على العملة مثلا 3 شهور 4 شهور ودي بتعملك أرباح كبيرة جدا بس أنا ههتم هنا بالتداول اليومي لأن زي ما قلت لك البيتكوين رفع خلاص فأنا هدخل أشتري صفقات أو هدخل أعمل صفقات على عملات تانية يبقى recommendations أبدأ أضغط عليها هيبدأ يفتح معها الخنة دي الخنة دي مش هتفتح غير لما أنت دي تبقى من وراء أخضر ويكون عندك نقاط هنا دي عملة اسمها هاي أصاد اليو اس ديتي العملة دي عم سعرها دلوقتي دولار واربعين سنت هو بيقول لك التوصية دي نزلت من 11 ساعة يعني العملة دي هما نزلوا الصفقة دي من 11 ساعة سعرها كان كام يا عم بيقول لك اشتريها بسعر من دولار 37 لو دولار 30 يعني في الرنج ده اشتري لو لقيت العملة في الرنج ده اشتري طيب لو نزلنا تحت شوية كده لو أنت هنا جت بس بيقول لك إيه الإحصائيات في خلال دقيقة العملة فيها بيها في خلال 5 دقيقة العملة فيها بيها في الخلال 15 دقيقة فيها بيها في خلال 30 ديقة في خلال مش عارف إيه فهم أنتها العملة دي لسه محققيتش الهدف الهدف الأولاني يعني تباعها إمتى تباعها عنده دولار وブ70 سنت تمام حتعمل كم هتعمل 24 في المية تقول لي طيب ما حلو ده أنا ممكن أدخل اشتري العملة دي لما تنزل عنده دولار 37 هادلوقتي بدولار ربعين يعني قريبة من السعر ممكن اشتريها واستنيها تطلع عند دولار سبعين وبيع وعمل اربعة وعشرين في المية وبالفعل هو ده اللي انا عملته لو نزلنا تحت هنا كده عند الصفحة التانية هتلاقي عملة تانية بص عملة اسمها ألس قصاد اليو اس دي تمام العملة دي نزلت من يوم لو نزلت هنا التارجة الاولاني تسع في المية طب تعالى نرجع واحدة كمان نجيب صفقة كمان ادي صفقة ايه اكس ال ام تمام دي نزلت من يومين وبسعر كمي عم تشتري من 11 سنت ل 10 سنت بص دلوقتي اصلا بكام ب12 يعني هي رفعت خلاص وحققت التارجة هوا عملت التارجة الاولاني اللي هو كان 3% تقريبا تمام طيب تعالى وريك هنا بشكل عملي العملة اللي انا اشتريتها اللي هي عملة الدوج تعالى نرجع كده نجيب هنا المحفظة بتاعتنا اهي fund account ادي عم المحفظة بتاعتنا اهي دي العملة اللي انا اشتريتها لو جينا دخلنا على كلمة trade هنا او تداول ونفتح المؤشر بتاع عملة الدوج تعالى وريك حاجة بص انا اشتريت فين شايف الخط اللي هو محدد بولك ده الخط اللي اغضر ده انا اشتريت هنا تمام طيب بص انا بعت فين بقى target one target two target three بص يا باشا اهو كتب لك سلم بعت هنا بعت هنا بعت هنا يبقى العملة فعلا او المنصة فعلا عطيتني توصية نجحة من هنا لحد بص يا باشا الارتفاعة دي تعالى نجيب المسطرة كده ونشوف الارتفاع ده كان في المية مية وخمسين في المية يعني ضعف ونص تمام دي صفقة انا نفستها من خلال موقع الحيتان اللي انت شايفه ده تقعد تنزل بقى باشا وتشوف الايه العملات وهكزا طب تعالى مسلا نعمل صفقة منه يعني تعالى ندخل كده مسلا على صفقة من الصفقات دي تعالى ندخل على اخر صفقة وليكن الصفقة اللي قدامك اللي نزلت من 11 ساعة عادي تعالى نشتريها دلوقتي حتى وهي مش السعر اللي هم قالين عليه بس فرق بسيط اللي هي عملة الهاي وصادة دولار تعالى نشتريها هنيجي هنا اكتب اسم العملة اهي هوريك برضو عايزة هوريك ازاي بتعمل اصلا عملة او ازاي بتدخل صفقة اسف اهي عملة الهاي وصادة اليو اس دي اخترناها اهي عم اسم العملة سعرها اتأكد من كل حاجة تمام تعالى اهي هي دي العملة عايزين نشتريها يبقى انا هاجي هنا على كلمة باي ركز معاه كويس هاجي على كلمة باي خليتك بدي شوية كده طيب انا تمام جيت هنا على كلمة باي فوق اهي بيقولك هتشتري بكم دولاري عام انا مثلا هشتري بمية دولار يبقى انا هشتري بمية دولار كتبت لهم ميت يو اس دت هشتري ايه بسعر الماركت يعني بسعر الماركت يعني بسعرها دلوقتي بسعر الواحد دولار واربعين سنت ماشي او ممكن تحط هنا وتختار ان انت عايز تشتريها لما يوصل سعرها مسلا واحد دولار 37 ده عادي خالص ماشي براحتك انا هشتريها دلوقتي عادي خالص اهو هحط الميت دولار وقول له ايه باي اشتري كلمت اهو اشتري عملة الهاي قال لي تمام هنا فلد فلد يعني انا اشتريت العملة ارجع هنا على الاكاونت بتاعي على الفاند اكاونت اهو عملة الهاي اهي اشتريت باي عم اشتريت بميت دولار الربح بيظهر لك هنا تمام طب عايز ابيعها اجي داخل على تريد بص يا باشا اخد بالك انت واشا عملك خطة اهو المكان اللي انت اشتريت منه بيقولك انت اشتريت من هنا ده الحلو بقى في بنج اكس برضو ويه هستنى بيع امتى يا عم انا اقول له ايه هنعمل سيل هنبيع بس هبيع الكمية كلها بس هبيع بلمت معين يعني هبيع الكمية كلها لما سعر العملة يبقى كام بص برايس سعرها يبقى كام اجي هنا الموقع الحيتام بيقول لي لما سعرها يبقى 1 دولار 70 يبقى انا روح هنا اقول له لما سعرها يبقى 1 دولار و70 هنبيع الكمية كلها طب سعيت انا هكسب كام هكسب 120 دولار تمام يبقى عملت 20% ادوس هنا على كلمة سيل الوردر هيتنفس تحت زي ما انتا شايف اهو ولما توصل للسعر ده هيبيع اوتوماتيك اهو بص يا باشا حطه لك هنا اهو حطه لك هنا اهو ولما العملة تطلع هيبيع لوحده ده كده بالنسبة ليه ازاي تنفس صفقة انا شايف ان موقع بنج اكس شيك جدا في الحتة دين هو بيجيب لك انت اشتريت امتى وبيعت امتى وزي ما انا وريتك كده في عملة بس كده دي كده طريقة تنفيذ الصفقة وازاي تنفذ الصفقة على موقع بنج اكس من خلال موقع الحيتان اللي قلنا عليه طيب في حاجة بقى قصيعة وايه هي يا عم الحاجة القصيعة هنا باشا ان انت تسيب الموقع بتاع الحيتان هو اللي يدخل لك الصفقة وهو اللي ينفذها وهو اللي يشتري وهو اللي يبيع من خلال الزكاء الاصطناعي بدون تدخل منك كل اللي انت هتعمله هتسيب له رصيد يشتغل بيه وتروح تنام هو هيتعامل طب دي بتتعامل ازاي يعمل دي بتتعامل من خلال حاجة اسمها الاي بي اي هتدخل على كلمة الاي بي اي وتختار المنصة اللي انت شغال عليها انت شغال على باينانس ولا شغال على ايه بالزبط انا شغال على بنج اكس بقى اختار هنا بنج اكس وجاب لك الصورة بتاعت بنج اكس فوق هوا بيقول لك حطيلي الاي بي اي الاي بي اي كي والاي بي اي سيكرت دول كودين لو جبناهم من الاكاونت بتاعنا من هنا هو هيدخل ينفذ الصفقات لوحده طب ركز معي كواس جدا هنيجي داخلين فين يا عم هنيجي داخلين على علامة الشخص دي تمام ونيجي نزلين على حاجة اسمها الاي بي اي استنى بس ابعد لك ده عشان تشوف يبقى انا هدخل هنا على علامة الشخص دي وهدخل على حاجة اسمها الاي بي اي مانجمينت اي دي اضغط عليها هيبدأ يحمل زي ما انت شايف كده ركز بقى معي تاني اهو فتح لي الصفقة دي انا اقول الصفحة دي يقول له create اي بي اي اي انا عايز اعمل اي بي اي ركز بقى معي عشان في حد هنا يقول لك اي 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 ده طبعا كده البوت ممكن يدخل او الموقع يدخل يسرق فلوسي لا طبعا انت هنا هتديله صلاحية وهي صلاحية فقط ان هو يتداول على الزبوت فقط ولا هتديله ولا هتديله اي حاجة تانية فاهم انت هتديله هنا صلاحية ان هو يعمل فقط يتداول هنسمي ايه يا عم هنسمي بس الحيتان يبقى انا ده البوت بتاع الحيتان اللي هيشتغل عندي وهبدأ ادوس على كلمة هيبدأ يحمل طبعا دي اكواد هنا بتاعت يعني هيبعت ليكودة على الايميل وكده هبدأ ان انا اعمل الخطوة دي وارجع لكم مرة تانية دي خطوة يعني مش اشباب انا جبت الاكواد ودست خلاص اوكي اهم عملي ايه عملي هنا ابي اي يعني ادي له اكسس للحيتان زي ما انت شايف في حاجتين اي بي ايو اي كي والاي بي اي اي او دول الكودين اروح ااخد الكود الاولاني ده من هنا يلي هو الاي بي اي كي واروح اديه هنا اخد يعمل اي بي اي كي واروح هنا بيقولي هده ابي اي سكرت تمام أروح للإي بي آي سيكرت أنا أعطي له الزبس زي ما نشايف صلاحية الزبوت فقط أروح للإي بي آي سيكرت أخذه كوبي وأبدأ أن أنا أرجع أحط له الإي بي آي سيكرت هنا وأبدأ أدوس على كلمة سيف بعد ما أدوس على كلمة سيف بيقول لي ساكسسفولي تمام ألف ألف مبروك أنت كده ربط الأكاونت بتاعك بالموقع يبقى البوت هيدخل ينفذ السفقات بس فضل لنا خطوة واحدة فقط وهي اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي آخر خطوة معنا شباب وهي أنك تدوس على إيدة هنا وتتأكد أن أنت أعطي له صلاحية الزبوت التداول الزبوت فقط وتيجي دايس على كلمة سيف وتأكد الخطوات دي وهارجع لكم مرة تانية بس كده شباب أدوس على وخلاص أنا هنا بيقول لي ده أنا كده أعطيته صلاحية الزبوت فقط وخلاص أرجع بقى هنا عشان أشغل البوت أنت إيه ده عام كل ده مشغلش البوت أنا هنا أعطيته صلاحية الوصول فقط طيب أشغل البوت ده إزاي عام ويبدأ أنه هو يعمل لي أرباح هتيجي هنا على الركيمونديشن بوت دي زي من الشفاية أضغط عليها يبقى أنا كده هنا أهو بص بقى بقول لك إيه يعني الصفقة الواحدة عايزوا يدخلها بكم يو اس دي تي عادي الرقم اللي يعجبك هنا معمولة على خمسين تقدر تحط العجيبك أنا مثلا عايزوا يدخل الصفقة يا عام براحتي عايزوا يدخلها بستين دولار فاهم أهو خليني بس أرجع عايزوا يدخلها بستين دولار number of signal يعني عايزوا يدخل كم صفقة عادي براحتك عايزوا يدخلها عشر صفقات مثلا عادي خالص مفيش مشكلة برضو خمسة صفقات أربعة اللي يعجبك اكتبه طيب لو في عملة معاناة عايزوا أنه هو يعمل لها بلوك تيجي كاتبها هنا في مثلا بعض العملات أنت شايف أنه أنت مش حبيبها إنتا مش عايزوا يدون على البيتكوين مثلا بتجايل له البيتكوين بيتي سي فعهم أنت؟ أهو أنا مش عايزوا يدخل يعني أنت ما تدخلش على عملة البيتكوين تعمل لي عليه صفقات، تمام؟ طب يعني يوقف الخسارة في قد ايه؟ إينا براحتك بقى تقدر تعملها زي ما أنت عايز عليز تزودها كده عشرة في المية يعني الصفقة تخسر عشرة في المية يقفلها فاهم عايزوا مثلا لما توصق خمسة في المية يقفلها براحتك انا اقول له مثلا ايه والله انا يعني عايزه لما يوصل 10 في المية يقفل الصفقة اوتوماتيك وانا هتحمل خسارة 10 في المية فقط وادوس هنا على لانش بوت وتقدر طبعا تسيبها مفتوحة فالو انت سيبتها كده يبقى ما فيش استوبلوز هو هما يجيب التارجت هيقفل الصفقة ومش هيبقى فيه وقف خسارة براحتك طبعا فهنا بص زي ما شايف خمس صفقات والصفقة ب60 دولار يبقى توتل هيستخدم 300 دولار فقط من المحفظة بتاعتك فلازم محفظتك يكون في اليو ايس دي تي في الرصيد بتاعك تعال كده نروح هنا على محفظة الفاند او الزبط لازم يكون عندك اكتر من اليو ايس دي تي اكتر من 300 ده طبعا انا بديك مثال انت تقدر تتحكم بقى براحتك على حسب كل واحد وراس ماله وتدوس على لانش بوت من هنا زي ما انت شايف اهو وانا ممكن حدده زي ما قلت لك مثلا 10 في المية براحتك طبعا وتقول له لانش بوت وكده الف مبروك يا باشا لانشد اهو لانشد يعني كده شغال طب لو انا عايز اقفل البوت اعمل ايه هقفل البوت من هنا شوت داون بوت تمام هادوس على شوت داون بوت واحد بقى يجي يسألني يقول لي طب نفترض البوت دخل صفقة دلوقتي والصفقة كسبت اليوم ومية دولار مثلا دي بقت بمية وعشرين البوت استفاد ايه المنصة دي استفادت ايه المنصة دي استفادت ان هي تخصر منك نسبة من الربح من هنا يعني مثلا لو انت كسبت عشرين دولار في اليوم المنصة ممكن تاخد دولار اتنين دولار تلاتة دولار بتاخد عمولة يعني بس العمولة دي مش بتاخدها من عندك من هنا هو ملهوش احقيا ان هو يسحب من باينانس او يسحب من بينج اكس هو بيسحب من النقاط دي فهمت الفكرة طب لو انت مش مشغل البوت خلاص يبقى شوت داون بوت وهو هيشتغل انت تعمل الصفقات بايدك تدخل تجيب الصفقات من وتبدأ ان انت تنفذ الصفقة بايدك زي ما انا عملت في اول فيديو وفي الحالة دي هو هياخد فقط على كل صفقة بتنزل من هنا خمسة وعشرين نقطة من دول فقط ومش بياخد منك اي فلوس اضافية لان انت اللي نفست الصفقة بايدك واحد يجي يقول لي ايه طب انا عايزه ما ينزلش صفقات او ايفرد انا نايم وهو عمال ينزل في صفقات ويخصب مني في خمسة وعشرين نقطة وانا كده ما استفدتش حاجة انا ما شفتش الصفقات اللي نزلت دي هتيجي داخل على انا كده قفلت الصفقات وما بقاش في صفقة فالرسيد ده مش هيحصل له حاجة طب انا عايز النهاردة عايز اقعد التداول وعايزه ينزل صفقات اجي فتح له هنا اينيبل زي ما انت شايف اينيبل كده بدأ ينزل صفقات ويخصم من العملات دي طبعا هو ما فيش دلوقتي صفقة نزلت عشان كده هو مخصمش حاجة الصفقة دي قديمة من حداشر ساعة بس انا طبقتها معاك عشان انا وريك الفكرة يعني وهي بدأت ترفع زي ما تشايف كانت دولار ربعين دلوقتي دولار واحد واربعين وهكذا وان شاء الله على الاقل ما تطمعش على الاقل اخد التارجت وان اللي هو الرقم ده وباقي الحاجات دي يعني ايه حابب تجازف ماشي بس انا بحب اخد التارجت وان وامشي بس كده شكرا خلاص بس شكرا لكم انكم وصلت لحد دلوقتي ده من الفيديو ما تنساش ان احنا عمليم مصابقة على مية دولار رانوزها على عشر اصخاص زي ما قلت في بداية الفيديو خلي بالك الفيديو ده انا تعبت فيه جدا الفيديو ده فيه شرح دسم لطريقة الشغل على موقع الحيتان اللي قلت لك عليه غالبا مش هتلاقيه على شروحات في الوطن العربي اه ناس كتير بتبخل بالمعلومات دي عليكم بس انا مقدرش انت حبايبي وبس كده عارف ان الفيديو كان طويل شوية بس معلش الفيديو استاهل ما تنساش اللايك اشترك في القناة وفعل الجرس سيب تعليق بالاجابة بتاعت السؤال اللي موجود في وسط الحلقة عشان تكون واحد من الفيزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته